وحول تحديات تغير المناخ قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر ستكون حريصة تماما على أن تطرح خلال أقيمة المناخ كوب 27 والتي ستصطديفها في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ التحديات والإشكاليات التي تواجهها القارة وحكوماتها المحلية وبالإضافة إلى رؤيتها لدعم قدراتها على التكيف مع تأثيرات تغير المناخ وأكد مدبولي أن التوجه نحو دعم الإدارات المحلية واللا مركزية وتعزيز كفاءة آليات الإدارة العامة للمرافق والخدمات يكتسب أهمية كبيرة في ظل متطلبات العمل المناخية ويكتسب التوجه نحو دعم الإدارات المحلية واللا مركزية وتعزيز كفاءة آليات الإدارة العامة للمرافق والخدمات أهمية كبيرة في ظل متطلبات العمل المناخي ومقتضيات التعامل مع تحديات تغير المناخ وهي التحديات التي ستتأثر بها قارتنا الأفريقية أكثر من غيرها على الرغم من أن مسؤولية أفريقيا عن مشكلة تغير المناخ تعد محدودة للغاية بالمقارنة بغيرها من مناطق العالم